انطلاقة الشوط الرابع والشوط الرابع مخصصة للإذاع الجعادين المهجنات العصائل لأبناء الغبايل المكمل الجولة الأولى وها هي الانطلاقة انطلاقة موفقة انطلاقة سليمة والنصاب مكتمل مع الجعادين في هذا الشوط الجعادين للإذاع المهجنات يا سلام بنسير وياكم مع مغدمة هذا الشوط نوافيكم بالنتائج بأول والمراكز العشر الأوائل والتغييرات طول هذه المسافة نشوف الآن مغدمة هذا الشوط مشغل مشغل الآن هو في مغدمة هذا الشوط للسيد سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري وفي المركز الثاني سراب للسيد حمد بن علي بن يابر بن حنزاب المري وفي المركز الثالث المركز الثالث الحصان للسيد عمر بن علي بن بخيت المسافري وفي المركز الرابع نشوف ناخذ اللي في المركز الرابع هملون للسيد الحميري بن سالم العمري وفي المركز الخامس المركز الخامس براق للسيد خميس بن عبيد بن يميع وفي المركز الساد نأخذ اللي في المركز السات وفي المركز السات مياس للسيد هلال بن سالم بالعرطي الحميري وفي المركز السابع هملون للسيد سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري المركز الثامن هملون للسيد أحمد بن عبد الله بن محمد الرميذي وفي المركز التاسع المركز التاسع نشوف ونأخذ مشوش مشوش للسيد سالم بالسعيد بن محمد العامري وفي المركز العاشر نشوف يا أبو سلطان ناخذ اللي في المركز العاشر وفي المركز العاشر زعفران للسيد سالم بن علي بن وديم العامري هذه النتيجة هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل ونرجع بعدما كملنا أول ندى للمراكز العشر الأوائل نرجع إلى مخدمة هذا الشوط يا سلام يا سلام يا سلام أرى الآن اللي في المغدمة من سلام عليكم يا لدولة قطر صباح الخير يا هل الشحانية تهانين من هنا من أرضية ميدان المرموم تهانين للسيد حمد بن علي بن يابر بن حنزاب المري على فوز سراء بالمركز الأول المركز الثاني هملول لسيد الحميدي بن سالم العمري المركز الثالث نشوف ناخذ اللي في المركز الثالث هملول لسيد سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري المركز الرابع مشوش للسيد سالم بن سعيد بالحب العامري وفي المركز الخامس المركز الخامس مياس للسيد هلال بن سالم بالطرف للسيد هلال بن سالم بالعرطي هذه النتيجة ناخذ التوقيت الزمني ساعة وصول سراب إلى خط النهاية قاطع المسافة في ثمان دقائق نشوف ثمان دقائق ثانيتين أربع خمس أجزاء من الثانية هنينة للسيد عمد بن علي بن يابر بالحزاب المري والذي وصل في المركز الثاني